خلف المحور الثالث وهو التطور في القابل الدين انتو كعلماء تطور كنسبة تشتغل في هذا المجال دائما ما بفيه حرب شعناء عليكم ومن اشهر المراكز البحثية اللي اسست بشكل ديني لمحاربة التطور هي كانت بتشوف المحاولات اللي زي دي والمؤسسات اللي زي ديسكوري انستيتيوت وللاسف الناطقين بالعربية بيروح ينقلوا منها بدون فهم بتشوفوا المحاولات دي ازاي طيب هم طبعا الجماعة اللي هم بتوع ديسكوري انستيتيوت ده غير قناة ديسكوري اللي انت بتتفرج عليها ديسكوري انستيتيوت ده يعني حكا تانية وجماعة اللي هم التصميم الزكي وجماعة الخلقيون كل هذا الكلام هم انت لما ببص عليهم اولا يعني لا يخفى على احد ان هم مدعومين من الكنيسة فهم مدعومين من الكنيسة الانجلية في امريكا وكل تبرعاتهم جاي من هناك والحقيقة انه هم يعني مهمش ليهم اي اسهم في العلمي حقيقي يعني هم كل كلامهم دايما في المدونات خاصة بهم جرائد علمية خاصة بهم ما حدش بيحط لهم اي اعتبار لان هم ما بيخدخلوش في الجرائد او المجلات البيل ريفيو يقولوا التروحات بتاعتهم لان التروحات بتاعتهم ساقطة لكن اللي يعني لأسف في عالمنا العربي الناس بتروح تسمع ليهم او بيجي ناس تترجم لهم هذا الكلام اللي هم بيقولوها اولا وقول لك العلماء ومش عارف مين والعالم اللي اسمه امريكاني طبعا ده بيبقى معناه بقى ايه انه بالنسبة ان احنا فرخة كشك فيقول لك اه ده قال كزا وقال كزا ونفى التطور واسقى التطور في حيث ان في حين ان كل ده كلام فارغ كل المجلات العلمية المحترمة اللي بتنشر فيها اللي بينشر فيها الاوراق العلمية اللي بتكون سبب ليه جوائز نوبل واهم العلاجات والبريكثروز اللي بتحصر فيه العلم مجلات زي نيتشر ساينس وسيل وبي ناس دي كلها مجلات تطورية بالاساس لا يمكن اصلا فهم البيولوجي ولا يمكن فهم الجينات الا في اطار التطور زي يعني دوبجانسكي ما قال قالك قالك nothing in biology makes sense except in the light of evolution يعني ما فيش اي حاجة في البيولوجي الليها معنى الا في اطار التطور ولا تقدرش تفهم اي شيء بشكل عميق وبشكل علمي ولا تقدرش تفسره غير بعن طريق نظرية التطور نظرية التطور هي التفسير العلمي الوحيد في تفسيرات اخرى لكنها غير علمية نظرية التطور هي التفسير العلمي الوحيد ليه الاستنواع اللي احنا بنشوفه في الكنات الحية انا عايز اقول حاجة مهمة جدا جدا جماعة الخلقيين وجماعة التصميم الذكي وجماعة الاله وكل هذا الكلام ليه احنا بنرفضهم اصلا؟ يعني ليه؟ لان هم مش علميين بمعنى العلم بينطلق من منطلقات انا عارف انت عملت حلقة مع دكتور حاسن في هذا الموضوع بس انا حابب هنا اعيد نقطة مهمة جدا جدا علشان تفهموا ليه الناس دي عمرها ابدا ابدا ارباب نظريات التصميم الذكي والبتاع حتى لو عملوا ايه ولو انتقدوا ايه عمرهم هيتخدوا ابدا محمل الجد في العلوم بغض نظر انه هم طبعا عندهم سوق فاهم وعندهم تدلس كبير وكل حاجة وعندهم تناقض وعندهم امور العلم بيتحاطها بكل سهولة لكن المنهجية بتاعتهم خاطئة ليه؟ لانه العلم بينطلق من اولا ان في حقيقة موضوعية يعني ايه؟ انا ممكن دلوقتي اداعي انه انا كل شيء بيحصل دلوقتي ده هو كل وهم في دماغي انا بس يعني مفيش حد اسمه ماني وانا فاكر ان في حد اسمه ماني ومسلا حد دخل علي المكتب دلوقتي وانا بتكلم قال لي انت بتتكلم مع مين؟ قلت له بتكلم مع ماني فاقل زي كماني فماني رد عليه فانا شفته هو بيتكلم مع ماني هقول برضو ان ده وهم في دماغي انا ان في واحد تاني بيخش بتاوهم ان في حد اسمه ماني ومفيش اي حاجة موضوعية ابدا مفيش اي حاجة غير اللي في دماغي ده اسمه الصليبسيزم الصليبسيزم العلم بيقول ان هذا الكلام كلام فارغ وان هذا الكلام ما ينفعش ان احنا نتعامل بيه وانه التعامل مع الحياة انه فيه حقيقة موضوعية بمعنى ان انا عارف ان فيه ماني وماني عارف ان فيه الدكتور السمك وان احنا عارفين ان فيه تيك توك وفيه دولة اسمها مصر ودولة اسمها المانيا كل هذا الكلام دي حقائق موضوعية وان فيه تنوع في الكائنات الحية وانه فيه الساديات وفيه زواحف وفيه فدي حقيقة موضوعية انا والمؤمن والخلقي نسلم بهذا الكلام انه هناك حقيقة موضوعية الاختلاف بقى بيننا ايه ان احنا بنقول ان هذه الحقائق الموضوعية احنا بنقول طبعا النقص دي هنا احنا كعلم او احنا كمنهجية علمية بنقول إن هذه الحقائق الموضوعية هي نتيجة لأليات طبيعية بالأساس هي نتيجة بالأساس لأليات طبيعية يعني فيه Objective Reality والReality is governed by Natural Laws هي هذه الReality محكومة بقوانين طبيعية أو بأليات طبيعية هنا يبدأ الفراق بيننا وبين الشخص الخلقي ومن دعاية التصميم الزكي ومن دعاية الIntelligent Agent ومن دعاية القوة الموراية وكل هذا الكلام إحنا بنقول إن هذه الObjective Reality governed by Natural Laws وإنه حاجة كمان بقى إن هذه القوانين الطبيعية وهذه الأليات الطبيعية هي Knowable يعني إيه نوابل؟ يعني يمكن التعرف عليها Knowable by Man أو Knowable by Humans يعني يمكن إن إحنا نتعرف عليها يعني نحن قادرون هذا Assumption يعني Deep Resupposition بدقين إحنا بها في العلم إن هذه القوانين والأليات الطبيعية يمكن للإنسان أن يفهمها ويتعرف عليها ما فيش حاجة اسمها حكمة لا يعلمها إلا الله فيش حاجة اسمها لا يمكن أبدا للعلم أن يعرف كذا وكذا مستحيل للعلم الحديث أن يعمل مش عارف إيه طيب يعمل لنا زبابة طيب يعمل لنا بطيقة أنا كل الكلام ده بتاع المستحيلات اللي بيجيبها لنا الأخ المؤمن والأخ الخلقي العلم لا يتوقف عن ده لأنه هو بيعتقد أن natural laws are knowable by humans الحاجة الأخيرة أنه هناك يعني زي كده إيه وحدة لهذه القوانين الطبيعية هناك uniformity لهذه القوانين الطبيعية على الزمان والمكان طبعا يعني هذا الأمر هو برضو هو presupposition من العلم يعني إحنا بنقول أنه القوانين الطبيعية القوى النووية هي 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 القوى النووية الضعيفة القوى النووية القوية هي الوقتي عندنا هنا في الكوكب الأرض هي زيها في كوكب المريخ هي كانت موجودة في مجارة أندروميدا هي موجودة في كل هذا فيه uniformity للقوانين الطبيعية إلى أن يثبت العكس إلى أن يثبت العكس فإحنا عارفين أنه والله فيه قوانين طبيعية بتحصل نتيجة مثلا في الأرض في الحركة الصفائحة التكتونية ما الذي يخطر على بالك هناك temporal و special uniformity لهذه القوانين الأخ المؤمن بقى لا هو بيتخيل أنه ممكن في أي وقت الإله بتاعه هي تدخل في أي زمان أو في أي مكان يعمل إيه يغير ويلعب في هذه القوانين وعنده أيضا الاعتقاد بأن هناك بعض هذه القوانين وبعض هذه الأليات لا يمكن أبدا أن احنا نعرفها وكل الروح من أمر ربي ومش كل هذا الكلام وإنه أصلا أن الإله أحيانا بيتدخل وأنه أصلا هو المردية الطبيعية بتحدث بطريق التدخل إلهي وبالتالي إحنا هنا كفراق بينا وبينه على المستوى العلمي إحنا كعلماء مش بننتهج نفس المنهج فدي مشكلة وده اللي بيفرق بينا إحنا اللي اتنين سؤالي اللي بعد كده في مجتمعاتنا الناطقة باللغة العربية تحديدا يعني الغرب خلاص عبر منطقة دي لكن خلينا في مجتمعاتنا الحزينة دي الناطقة باللغة العربية اللي بيسيطر عليها عقل جامعي متأثر بالثقافة الدينية بشكل كبير اللي ممكن يلاقي فيها دكتور الامبريولوجي داخل بيكت فيها آية الجنين على الزبورة في أول حصة للطلبة أو في أول مخضرة للطلبة وبنلاقي فيها إن نظرية التطور بيتبقى هجرها بشكل كبير اللي هي التفسير العلمي الحقيقي الاستنوع على موجود بلاقي إن الطلبة بيتم تجهلهم في حين إن الطلبة في الدولة الغربية من هما منذ نعمة أضافرهم بيفهموا الموضوع واحدة واحدة على قدره وكلهم بحيث إن هو لما بيكبر وبيوصل لنحلة الجامعة بيبقى جاهز إن هو لو حاب يتخصص في المجال ده وتبقى رؤيته الورد فيو بتاعه بيبقى منضبط علميا كيف يمكن أن نقصر حلقة الجهل المستمرة وكيف يمكن أن نخطب مجتمعاتنا بشكل إنه ندخل العلوم إليهم وننحي هذه المفاهيم الدينية والخرافات الدينية اللي هما معتقدين فيها رأيك كيف يمكن حاجة زي كده نحاول إنه نغيرها في المجتمع بتاعنا؟ أنا عارف إنه سؤال صعب جدا إنه مفيش إجابة يعني تقريبا بس يعني لا بالعكس أنا شاف إن ده سؤال سهل جدا يعني أنا شاف إن ده سؤال سهل جدا صراحة لإنه الإجابة عليه هو نشوف اللي غير نعمله إيه ونعمل زيهم بس يعني أنا شوف إزاي بتدرس العلوم في البلاد المتقدمة علميا وندرس العلوم زيهم نشوف الأطفال بيتعلموا إيه في المدارس وندرس زيهم نشوف التلفزيون زي ما إحنا عندنا في ألمانيا بس التلفزيون الألماني بيجيب لك وثائقيات وبيكلمك عن أمور في الفيزياء في الكونيات في الجيولوجيا في التاريخ في العلم في البيولوجيا الأحياء يعني مثلا ده أي ما بيستخدم التطور أنا أنا يعني أنا كواحد يعني أنا هنا بشوف ناس ألمان كبار 80 سنة وتسعين سنة أتكلم أنا مع ناس 80 وتسعين سنة هنا في ألمانيا في إطار العيلة في إطار الـ طبعا الناس كده ما تعرفوش أنا يعني أنا عيلتي هنا يعني أنا زوجتي ألمانية وكده فأنا ما بتكلم مع أولئي الناس ما فيش عنده أي يعني خلاف على فكرة التطور وممكن يبقى مسيحي يعني ممكن هو شخص يبقى مسيحي أو عنده إيمان مسيحي لكن هو عنده الفهم العلمي لهذا الأمر فليه لأنه تعلم وتأسي الصحة في مدرسة والتلفزيون والإعلام كل هذا الكلام ما فيش خلاف على هذا الأمر ما فيش خلاف على كراويت الأرض ما فيش خلاف على إنه نظريات التطور ما فيش خلاف على يعني هذه الأمور ما فيش فيها نقاش ما فيش خلاف لأنه ناس كل قد رسدها في المدرسة والناس فهمين هذا الكلام بش خلاف على إن الإنسان هو برايمت من الرئيسيات هو نوع من أنواع الرئيسيات يعني نوع من أنواع خلينا نقول إيه اللي هي يعني هو نوع من أنواع القرد العليا بالنهاية الإنسان هو من القرد العليا ما زال ما حتش قولي هو إنسان يعني تقولي إنسان أصلي أرد لا إنسان أردي يا حبيبي الإنسان أرد هو ارد بمعنى انه برايمت وبمعنى انه جريت ايب زي ما ترجم انت بقى كلمة ايب بالعربي تركيبها ارد تركيبها زي ما تحب بس هي الفكرة كده احنا عارفين كده عارفين هذا الكلام فهو ده 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 بالاساس الحاجة التانية انه احنا نعمل بقى تمويل للبحث العلمي وبعثات وغيره انه الشباب اللي هيبقى بعد كده في المستقبل اساس ذات جامع عندنا في الجامعات المصرية يكون بيدارس هذا الكلام ويكون على وعي بهذا الكلام لانه اشتغل مع بحثين اجانب وعارف العلم يمشي ازاي برا عارف انه هو لما بيتكلم عن جين معين ويقولك هذا الجين محتفظ به تطوريا يعني محتفظ به تطوريا يعني هذا الجين موجود مثلا عندك وعند الفار وهكذا موجود مستمر معاك عمالة التطور انه بيقدي وظيفة رأسية مثلا كذا فكرة الحديث على العلم بالطريقة الصحيحة هي ده ده الاساس ما تفعش هتقول والله شوف سبحان الله ربنا خلقنا كذا وعمل لنا مش عارف ايه هنا وجب لنا بتاع بيه ده كلام فارغ هذا كلام ده ما يفعش يتقالوا مالوش مكان في الجامعات مالوش مكان في المدارس مالوش مكان في المدارس مالوش مكان في الجامعات فنشوف الناس عملت ايه ونعمل زيهم بالضبط هو ده الإجابة اللي عندي صرا طيب السؤال بعد كده هل بتشوف ان ممكن يفضل العقل المؤمن مؤمن في وجود نظرية التطور العقل المؤمن في السياق ديني مش في السياق لا ديني يعني في السياق لا ديني اه ممكن بس في السياق ديني اه طبعا هو في بعض الناس اللي قدرت ان هي تفصل ايمانها عن المنهجية العلمية يعني انت ممكن تحاول تطوع ايمانك او تطوع فهمك للحياة والعالم في اطار دينك دون ان تخل بالعلم الانسان عنده هذه المرونة انا بشوف انه انه الانسان عنده هذه المرونة وممكن يعني يصنع لنفسه حالة فكرية يقدر ان هو يوفق فيها بين فهمه للنص الديني بطريقة ما تخليهش اتعارض مع العلم اه وكل واحده شطرته بقى في هذه الحالة انا طبعا شخصي مش مؤمن لا اؤمن باي شيء ولا اعتمد الايمان كالية معرفية اصلا لكن انا اعرف ان في ناس اه يعني مؤمنين وبيقدروا ان هما يفصلوا ويعزلوا بين ايمانهم دوت وتصورهم عن العالم في اطار الدين اه وبين اه العلم اللي هما درسوه درسوه او بيدرسوه او بيشتغلوا فيه احنا شايف ان ده طبعا امر صعب يعني لكن اللي عايز يعمله هيعمله يعني وانا شايف الانسان عنده مرونة كافية طيب